موسيقى متواعدة الفاسدين بأقصى حالات المحاسبة النزاهة تلوح بالكشف عن ملفات تضم شخصيات كبيرة موسيقى أزمة اختيار رئيس البرلمان تراوح مكانها تقدم يتمسك بالمنصب وعزم يعول على سالم العساوي موسيقى فوضى تعم ميناء قصر بعد يومين على تطبيق الأتمة والمالية تطمئن بشأن تبسيط الإجراءات مستقبلة تتابعون أيضا في نشرتنا لهذه الساعة تسع مجازر إسرائيلية في غزة القسام توقع أكثر من عشرين جنديا في كمينة وفد حماس يغادر مفاوضات القاهرة موسيقى إلى التفصيلات أهلا بكم لوحات هيئة النزاهة بالكشف عن شخصيات كبيرة متهمة بملفات الفساد رئيس الهيئة حيدر حنون قال إن النزاهة وخلال تقديمها الأحد المقبل التقرير السنوي لنجازات العام الماضي ستكشف عن شخصيات كبيرة متورطة بملفات فساد أضف حنون أن الهيئة ومن خلال صلاحياتها تعمل على محاسبة الفاسدين في هذه المرحلة إلى أقصى حالات المحاسبة أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم الأميري أن العراق التجه بخطوات ثابتة لبناء الدولة الأميري وخلال لقائه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصونة أكد أن العراق حريص جدا لبناء علاقات دولية مع كل دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية العليا تسعى للتعاون مع المحاكم الدستورية كافة لغرض ترسيخ القيم الدستورية بجدول أعمال يخلو من القوانين المهمة حدد مجلس النواب الأحد المقبل موعدا لعقد جلسته الاحترام وبحسب بيانا للدائرة الإعلامية فأن المجلس قرر أن يخصص جلسة الأحد لمناقشة دوره الرقابي ومجمل القوانين المطروحة للتصويت والمناقشة أو تلك التي تم تمريرها خلال الفترة السابقة تفق رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية الحلبوسي وبارزاني خلال لقاء جمعهما في أربيل شدد على ضرورة الوصول إلى تفاهمات سياسية تحسم ملف رئيسة البرلمان بأسرع وقت وفق مفهوم الاستحقاقات الانتخابية أضاف بيان المشترك أن إنهاء إزمة رئيسة البرلمان سيسهم بدعم الاستقرار السياسي كشف القيادي في حزب تقدم محمد الغريري عن تمسك حزبه بمنصب رئيس البرلمان الغريري قال أن المنصب سيكون حكرا لتقدم خسب الاتفاق وشراكة السياسية وهناك تفاهمات مع جميع القوى السياسية في إدارة الدولة بهذا الصدد مبين أن الحزب يجري العديد من التفاهمات والمفاوضات المكثفة للخروج بمرشح غير جدالي كشف القيادي في تحالف عزم مهند الراوي عن اتفاق لسيادة وعزم حسم على انتخاب سالم العساوي رئيسا لمجلس النواب أضف روينه لا يمكن إضافة مرشحين جدد إلا ببطلان المحكمة الاتحادية للجلسة الأولى لانتخاب الرئيس مبينا أن حظوظ العساوي بالمنصب جيدة جدا يوصل الخلاف بالاتقاد سياسيا في ديالة متغذيا على أزمة اختيار مرشحا لمنصب المحافظ الجدالي وبحسب مصدر فإن الخلاف ازداد حدة مع طرح اسم غضاح التميم للمنصب بينما تتعظم المخاوف من فقد القوى السياسية سيطرة على الأزمة تزامنا مع انشقاق مجلس المحافظة على نفسه إلى فريقين مؤيدا للإسم المرشح ورافضا له صوت مجلس محافظة البصرة على المواد القانونية لنظامه الداخلي الجديد وقال رئيس المجلس خلف البدران إن المجلس صوت على 120 مادة من نظامه الداخلي وسعت من خلالها صلاحيات التشرعية للمجلس استكمالا لمناقشة والتصويت على فقرات النظام الداخلي اليوم تم التصويت على جميع فقرات النظام الداخلي وتم التصويت مجملا على النظام الداخلي حقيقة بمداخلات وبملاحظات أعطت لهذا النظام ولفقرات هذا النظام قوة لأداء المجلس دوره الحقيقي والقانوني النظام اليوم الداخلي للدورة الرابعة حقيقة كانت الفقرات في هذا النظام 120 مادة بفقرات متعددة أكثر وأشمل وأوسع من النظام السابق وأعطى صلاحيات كبيرة لمجلس المحافظة ولرئاسة المجلس ونائب رئيس المجلس ورؤساء اللجان أيضا لهم صلاحيات واسعة وكبيرة تساعدهم على أداء مهامهم في متابعة وتدقيق اللجان حسب الاختصاصات أما عدد اللجان كان 21 لجنة اكتيار رؤساء وأعضاء لهذه اللجان إن شاء الله في أقرب جلسة إن شاء الله راح يكون هناك اختيار لرؤساء اللجان وأعضاء اللجان حتى يمارسون عملهم دعت اللجنة المالية النيابية الحكومة إلى الإسراع في إرسال جدول موازنة العام الحالي بأسرع وقت ليتسن لها دراستها والتصويت عليها أضل لجنة جمال كوتر قال أن الوضع المالي للحكومة جيد ولا توجد معوقات لمنع توزيع الرواتب أو تأخيرها مؤكداً عدم علم اللجنة المالية بوقت إرسال الحكومة للجداول ولكن من الممكن أن يكون هذا حاسم تحرص كل حكومة محلية على ضمان استحقاقها المالي في الموازنة الاتحادية وإعادة ثقة الشارع الناقم بسبب الوضع الخدمي مخاطر الفساد وتهالك البناء التحتية وحاجة التخصيصات المالية نتابعها مع فقار فاضل مع اكتمال تشكيل معظم الحكومة المحلية في العراق برزة المطالبات تأخذ حيزاً كبيراً للإسراع بإطلاق التخصيصات المالية للمحافظات من موازنة العام الحالي لتنفيذ برنامجها الخاص بتأهيل البناء التحتية وخاصة في المدن التي تتراجع فيها الخدمات بشكل ملحوظ في مختلف القطاعات وأبرزها الصحية والتعليمية موازنة مقرّة من مجلس النواب وإنما كيفية تحديد صرف الأموال للمحافظات هو الأمر المهم الذي يجب أن تقوم به وزارة المالية لتخصيص هذه التخصصات إلى كل محافظة وعلى ذلك الموازنة مقرّة أما أسلوب تخصيص المخصصات هو الذي يعاني من أزمة في عملية تنفيذي هذه يجب أن تحل من قبل وزارة المالية ورئاسة الوزراء بالاشتراك معها في توجيه هذه المستحقات إلى المحافظات للقيام بعملية التحول والبناء في داخل هذه المحافظات وتواجه جميع الحكومات المصغرة اختبارا عسيرا في وقت يحذر اقتصاديون من مخاطر كثيرة قد تلازم عمل الإدارات المحلية ومنها الفساد والعبث والأموال المخصصة لإعمار المحافظات وخاصة التي تشهد نموا سكانيا غير مسبوك تخصيصات من يضحها وزارة التخطيط على ضوء ما يقدم من المحافظة احتياجات المحافظة السنوية تقدم إلى وزارة التخطيط وزارة التخطيط على ضوء الإرادات التي تحقق فيخصصون مبالغ إلى المحافظات طبعا تخصيص للمحافظة المن قلنا للخدمات اللي هي الكهرباء الماء تحسير الماء الضروق يعني كل ما موجود لأنك عندك نمو بما أنه يكون نمو بشري فيحتاج إلى نمو مدن يحتاج إلى طرق يحتاج إلى مدارس إلى مستشفى إلى جامعات كل ما موجود يحتاج إلى نمو ويتوقف نشاط الحكومات المحلية على تأخير استلام التخصيصات المالية المدرجة في بنود الموازنة العامة التي لا زالت على رفوف مجلس الوزراء لمناقشتها بشكل مستفيض قبل إرسالها إلى البرلمان من العاصمة وغداد فقار فاضل الرابعة أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان العراق التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول كلف استخراج النفط وزير الثروات كمال محمد قال أن تبقف تصدير نفط كردستان العراق تسبب بخسارة تجاوزت الأحد عشر مليار دولار لافتان إلى أن اللجان المشترك التي شكلت بخصوص الملف النفطي في الإقليم رفعت سعر الانتاج إلى عشرين ألف دينار بدلا من ستة آلاف وثمانمائة دينار لافتان إلى أنه لا مشكلة لدى أربيل في مسألة بيع النفط إبر السومو أفاد مصدر أمني باستشهاد شخصين جراء قصف تركي على محافظة دوهوك أقل المصدر أن طائرة مسايرة تركية استهدفت موقعا في ناحية شيل الدزي بمحافظة ديوهوك ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث بجروح فضلا وقوع إخسائر مادية أيضا أكد مستشار الأمن القومي قسم الأعرجي أن العراق يسعى لتعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم من خلال الشراكة والتعاون الأعرجي وخلال استقباله السفيرة الكندية في بغداد كاثبانكا أشار إلى سياسة الحكومة مبنية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين الدول مؤكدا أن العراق يسعى لتعزيز استقرار المنطقة من خلال التعاون مع المجتمع الدولي تشهد موانع قصر تكدسا للبضائع والحاويات الخاصة لليوم الخامس على التوالي بسبب تعطل نظام الأتمة المفروض على المستوردين تشهد موانع قصر تكدسا إلى ذلك أكدت وزارة المالية أن دخول البضائع بجمرق ساحة الترحيب في ناء قصر يخضع إلى الأتمة الجمرقية وفق نظام الإسكود العالمي الوزارة في بيان ذكرت أن النظام الحديث سينهض بواقع عمل الجمارك إسوتي بباقي الدول المتقدمة مشددة أن على أهمية إرساء معايير عمل واضحة منسجمة مع متبنيات البرنامج الحكومي فضلا عن تحديث استراتيجية السياسة المالية من ضمنها الأداء الجمرقي أكد رئيس الوزراء محمد شاع السوداني أن الحكومات المحلية لديها مسؤولية كبيرة في النهوض بأداء الأجهزة التنفيذية والارتقاء بواقع المدن السوداني خلال لقائه محافظ بابل عدنان فحان شدد على ضرورة المضي بخطوات جادة لتنفيذ رؤى الحكومة التي وضعت خدمة للمواطن العراقي وهدفا أساسيا له مشيرا إلى نبابل من المحافظات المهمة نظرا لموقعها وما تمثله من واجهة حضارية أطلق فريق التواصل الإلكتروني الحكومي حملة بين أهلنا في محافظة ميسان بمشاركة عدد من الوزارات الخدمية المشروع يهدف إلى تحسين الخدمي والتربوي للمناطق الفقيرة والعشوائية في المحافظة لدينا جملة من الخدمات والحملات والآليات سنطبقها في محافظة ميسان إن شاء الله هذه الحملات طبعا انطلقت في بغداد وحققت نجاح ودولة رئيس الوزراء وجه بأن تتحول إلى المحافظات ستكون لدينا حملة بعنوان بينهن هذه الحملة تستهدف المناطق الفقيرة والعشوائية يشارك فيها جملة من الوزارات منها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والكهرباء والتربية أيضا لدينا حملة بعنوان مدرستي أجمل هذه الحملة تستهدف إعادة توفير المستلزمات التربوية في المدارس للطلاع على وضع الخدمات في محافظة ميسان وحل المشاكل الحاصلة في المشاريع المتلكة الوزارية وكذلك لديهم برنامجين برنامج بين أهنة المعني بعشر وزارات خدمية لحل المشاكل في هذه الوزارات مع الحكومة الاتحادية وكذلك مشروع مدرستي أجمل المعني بتأهيل وترميم المدارس اتهم أعضو مجلس محافظة البصر إياد المالكي متنفذين في بلدية القرنة بعرقلة إنجاز مشروع مجاري القرنة الكبير المالكي وفي حديث الرابع قال أن الأسباب الأخرى التي تسببت بتأخر إنجاز المشروع هو تأخير بعض المخططات وعدم تقديم الخرائط وأسباب أخرى منذ 2019 أو نقول بداية 2020 ونحن الآن في عام 2020 لم تكتمل التصاميم تصاميم المنطقة وتصاميم المشروع وتصاميم قضاء القرنة لم تنجز شركة قطيب وعالمي لم تنجز العقد المبرم بينه وبين المحاوضة لحد هذه اللحظة يوجد مهندسين من لبنان يجوا قبل الأسبوعين يصممون يعني نقولهم وين شنتوا قبل أربع سنوات يفترض هذا العقد الدراسة والتصميم يحال قبل أن تنفذ الشركة أعمالها بشكل مباشر حتى يسهل على المقاول المنفذ ومع كادر الهندسي أنه يسهل على العمل في داخل مناطقنا لكن لا أعرف لأنه مشروع القرنة هذا أو كل المشاريع في البصرة بهذه المشكلة لكن نحن نرى فقط مشروع القرنة الكبير لحد هذه اللحظة ولحد هذه اليوم يوجد مصممين في مبنى بلدية قضاء القرنة يقومون بتصميم المناطق وهذه هي أحد المشاكل التي أربكت المشروع بين تلك الشركات المنفذة لمشروع القرنة الكبير وصراعات الأحزاب وسلاح العشائر تتركز معاناة المواطنين هناك قيمة المشروع واستياء الأهالي وثقها لنا مراسلنا في البصرة إيهاب المالك في هذا التقرير ننتابع يصرخ غضبا بوجه الحكومة المحلية بعد انفقد إحدى بناته بسبب الشركة المنفذة لمشروع منطقته السكنية في قضاء القرنة شمال البصرة هنا الشركة سببت لي ضياع بتي وموت بتي مهندسة ماتت بسبب هذه الشركة اشتكيت علي قدمت بشيوخ العشائر ارهم اشتكيت علي ما فعد علاقاتها واسطاتها وأنا إنسان فقير حاسة ضالين مكشفين حتى باسياجات ما بنين يوميا يقول لك أنا باشر راح أحطي عمدي يوميا يقول لك أنا باشر راح أشتغل لك وكل شي ماكو خمس سنوات ولا تزال صورة ذاتها لمشروع القرنة الكبير الذي يقع تحت وطأة الشركات المتلكية المحلية والأجنبية وصراعات الأحزاب وسلاح العشائر هناك والله احنا بالنسبة لنا إذا بقت الشركة على هالأساس وعلى هالتلك أصلا نسحبها وبدون تردد وبدون أن يرف النجفين لأن اليوم احنا بالنسبة لنا أهم شيء خدمة مواطننا الشركة أنا بالنسبة لي مو مهمة الشركة اليوم تقدم للمواطن في شيء جيد أنا بالنسبة لي أحترمها والأربوما يشيرنا تشجيع لإعطاها عمل آخر أما الشركة ذا متلكية لأولا نسحب العمل من عدها كأن من تكون وحتى وأن كان خلف هذه الشركة كأن من يكون المشروع الذي بلغت قيمته الإجمالية 700 مليار دينار بات يشكل هاجس خوفا حتى لدى حكومة البصرة المحلية التي تبحث عن إيجاد الحلول من أجل انتشاله بين صراع الأحزاب ومواجهة سلاح العشائر بالإضافة إلى تلك الشركات المتعاقبة علي مشروع القرنة الكبير بات يؤرق السكان هناك لخمس سنوات متتالية إيهاب المالكي الرابعة مدينة البصرة بعد سنوات من التلقي والإهمال افتتحت محافظة ميسان الجسر اليوغسلافي وسط المحافظة الجسر الذي يعد من الشرعين المهمة في شبكة النقل داخل مدينة ميسان سيسهم إسهما كبيرا في فك الاختناقات المرورية في المحافظة اليوم في محافظة ميسان تم تأهيل وصيانة وافتتاح جسر اليوغسلافي حيث هذا الجسر له أهمية كبيرة في محافظة ميسان وفك الاختناقات في المحافظة واليوم نشهد عبور السيارات في هذه الجسر وحقيقة هذا كان مبادرة من الحكومة المحلية بالإسراع في تنفيذ هذا الجسر شملت أعمال الصيانة للجسر والتهيل هو رفع فضاءين من الجسر بالكامل وكذلك عادت أعمال الصاب للأرصفة وسطح الجسر وكذلك أعمال السياج والكهربائيات وكذلك أعمال التبليط والتخطيط وجهود مكثفة من قبل الشركة المنفذة ومن قبل دائرة الإشراف المنتمثلة مدير الطرق الجسور ميسان وكذلك لجنة الإشراف من قبل محافظة ميسان أهمية الجسور في المحافظة ميسان هناك جسور حيوية مثل الجسر اليوغسلافي والجسر الجمهوري فيجب عدد تأهيل أغلب الجسور وبشركات ذو تقنية عالية حتى يكون للمحافظة هناك طرق وجسور معبدة بشكل جيد لنقل المواطنين من ضفة النهر إلى ضفة أخرى مئات الموصلين يجاهدون يوميا للحصول على قوتهم اليوم إذ بات شمولهم برعاية الاجتماعية حلما يراودهم دون تحقيق معاناة الكسبة ومصاعب ضمامهم إلى شبكة الإعانة الاجتماعية رصدها لنا مراسلنا في نينا وعمر القاسم في هذا التقرير لنتابع تقف هذا الرجل خلف كومة من البضاعة الرخيصة محاولا جذبا مارا يرتب ما ثمنه بضعة أوراق نقدية بغية القفض على قوت يومه لم ينجح مرة بالشمول براتب الرعاية الاجتماعية على الرغم من تكرار محاولاته يقول بأن العدالة مفقودة في هذا الملف قدمنا على الرعاية بل كده الله يطلع اسمنا على الأقل يساعدنا الضروف يعني الله يشهد ما طلع حق الكروة خلنا نقول حق ججارك ما طلع حركة ضعيفة تسود حالة استياء في الأوساط الشعبية من عدم ظهور أسمائهم ضمن قوائم المشمولين بالإعانة منتقدين شمول أشخاصين ليسوا قريبين حتى من خط الفقر غير إنهم يمتلكون وساطات أدخلت أسمائهم وسط آلاف الفقراء والمحتاجين صحيح تقريبا أربعة شهور مقدمة على الرعاية الاجتماعية ولحد الآن على الوجبة تساوعة تطلع غير الوجبة لا تطلع وما كل شي وهو قسمهم عرفهم السيارات وما شاء الله وعدهم وعدهم وقسمهم أكو بعض الناس فقراهم لكن عندهم عفة نفس فما يروح ويقدم لأنه ما عنده عرف ما عنده واسطة تقاطع البيانات بين هيئة الرعاية الاجتماعية ودوائر نينو الحكومية كشف عن وجود أصحاب سيارات خارهة وأملاك وعقارات يتقاضون راتب الرعاية الاجتماعية استبعدوا على الفور وسيتم مقاضاتهم وفق القانون تم استحصال العديد من البيانات من دوائر الدولة والوزارات ومقاطعتها مع بيانات مستفيلة شبكة الحماية الاجتماعية ظهر لدينا العديد من المتجاوزين على شبكة الحماية من ضمنهم لديهم سيارات فارهة تقاطى مع دارة الورور لديهم سيارات فارهة ويتقاضون راتب الإعانة الاجتماعية وأيضا هناك العديد من لديهم مصادر دخل وضريبة دخل أصحاب أملاك أصحاب عمارات أصحاب مشاريع تم تقطع الإعانة عنهم إن شاء الله سيتم استرداد المبائل ومتجاوزين عليها أصحاب سيارات فارهة وعقارات ومشاريع خاصة يزاحمون الفقراء برواتب الرعاية الاجتماعية إعانة قد لا تسد الحاجة لأقل من نصف شهر وسط ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية من الموصل عمر القاسم الرابعة أبر عدد من أصحاب محلات بيع اللحوم في قضاء الفلوجة عن رفضهم لقرار الحكومة بتحديد سعر اللحوم أصحاب المحال أكدوا أن التسعيرات الحكومية الجديدة غير واقعية وستسبب بخسارتهم طب والاسترالي قالوا تبعونا سعروا بثمنتعش ولكنه لدينا ميسيد بثمنتعش ميسيد نحن نطالب منعدهم يفتحون الحدود على مين يطوبوا النعلم ولي حدنا الآن بثمنتعش مدعيسين حس العالم يقول لك بثمنتعش نحطوا إياه شحن بطين يقول كليش تخلي شحن بطين يتكون معينا المشتر ويروح هسه قبل شوية ونطالب من الحكومة يفتحون نعلم وينزلوا النعلم أبو الحقل أبو الحقل جايبي عندنا غالي والفرض الحاليين تسعيرها بثلتة ألاف ومنقدر نبيع هم صحيحة هم يشترون القنم غالية الدجاج غالي بس مو أحنا أحنا مو أحنا الفقراء ووقعنا بيها الفقريين وأكهو الله مبادرة هي جيدة من قبل الحكومة المحلية أو المركزية ولكن احنا كمواطنين والظروف تعمانة نعتبرها أيضا غالية يعني ثمنتعش اللحم يعني أيضا غالي لم تمنعهم قلة الإمكانيات من الوصول إلى أهدفهم الموسومة إذ استطاع طلاب هندسة الطب الحياتي في ذيقار اختراع جهاز يعقم المياه بطرق متطورة طبيعة الابتكار وفوائد هذا الابتكار نتعرف عليها مع مراسلة الرابعة هناك نور صادق لنتابع جهاز لتعقيم المياه بلا شعة فوق البنفسجية تمكن طلابه في كلية هندسة الطب الحياتي في ذيقار من اختراعه رغم قلة الإمكانيات النجاح والوصول إلى أهداف تلبي طموح الطلبة في مساعدة أهالي المحافظة دفعهم إلى هذا الابتكار لتحسين الوقع الخدمي نحن كطلاب عندنا أكثر من أفكار أو مشاريع حابين نطرحها وصادف معرض المشاريع اللي طرحها أستاذ عقيل أو مشرف عالي أستاذ عقيل فحبنا نطرح أفكارنا بهذا المعرض ومنظر من هنا كان جهاز التعقيم بأشعة اليوفي لايت بشكل عام أجهزة التعقيم موجودة بالبخار أو الحرارة أو غيرها وتسمى بالأوتكليف هنا طرحنا المشروع يكون بالأشعة الفوق البنفسجية استخدمنا أشعة مغايرة بشكل تجريبة حاليا لأن الأشعة بشكل عام خطرة جدا سبب سرطانات جلد والبخاق والعمى استخدمنا الصندوق حتى يمنع تفاعل الأشعة مع المحيط الخارجي بسبب خطورتها ويستخدم أصلا هذا الجهاز بالعمليات أكثر شيء والأدوات الطبيب أستاذة الطلبة تحدثوا عن وجود رغبة من قبلهم بتحقيق مستقبل مغاير ورفع مستوى التعليم في العراق وتصنيفاته عن طريق ابتكار أفكار علمية حديثة للتعامل مع المواد المشعة تحميهم من الأمراض المسرطنة للنشاطات العلمية والعملية لطلبة قسم هندسة طب الحياتي استغل حقيقة طلبة قسم هندسة طب الحياتي من جميع المراحل فترة الأطلة لإنجاز اختراعاتهم وتصاميم أجهزتهم حيث قدم في هذا المعرض أكثر من 40 جهاز هذه الأجهزة حقيقة متنوعة الأجهزة حقيقة دعمت بصورة رئيسية جانب الصحي الأنم ليس حكرا لنوع واحد فقط وللعالمات من النساء اكتشافات عالمية مشهودة أنقذت الأرواح وغيرت مجرى التاريخ وصنعت الفارق في عالم آخذ في التطور من ذقار نور صادق الرابع أعادت محافظة نينوى افتتاح أقدم جامع في الموصل والمعروف بالجامع الأموي في منطقة الميدان بعد عماره جراء تضروره من قبل عصابات داعش الإرهابية قبل تحرير المدينة استطاعت كوادرنا الآثارية الإشراف والعمل يعادة هذا الجامع إلى وضعه الأصلي هذا الجامع الذي قام كيان داعش الإرهابي بتدميره وإزالة أجهاء كثيرة منه هذا الجامع يعتبر من الجوامع المهمة ثاني أقدم جامع في مدينة الموصل يعود إلى العهد الأموي ستكون هناك صلاة بعد الافتتاح وهي أول صلاة للموصليين في هذا الجامع عدوا أول جامع بنية في الموصل بعد فتحها في العهد الراشدي سنة 16 جرية الموافق 637 للميلاد مالي للهدام سنة 1225 للهجرة فعاد الحياة إليه الحاجة محمد مصفي الذهب الآن حقيقة أنا كأثري أرى بأنه إعادة قسم من هذا الجامع إلى ما كان عليه كانوا موفقين من حيث الأعمدة من حيث الأقواس النصف الدائرية المدببة الذي نسميها القوس الموصلي أعلنت كتائب القسام مقتل وإصابة 20 جندياً إسرائيلياً بكمين محكم جنوب غزة وفي بيان أكدت القسام إنها فجرت في القوة عدداً من العبوات الناسفة المضادة للأفراد وأوقعت جميع أفرادها بين قتيل وجريح كان جيش الاحتلال قد أعلن الأربع الماضي عن مقتل رقيب من لواء الجبل وإصابة 13 جندياً خلال المعارك في جنوب غزة أعلنت حركة حماس مغادرة الوفد للعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة تفاصيل الهدنة مع قادة الحركة وحسب وسائل إعلام مصرية فأن وفد حماس غادر القاهرة للتشاور حول الهدنة وسيستأنف المفاوضات الأسبوع المقبل وأكدت أن المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل شهر رمضان المبارك يعتزم رئيس الأميركي جو بايدن الإعلان عن خطة لإنشاء ميناء مؤقت على ساحة الغزة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بايدن وفي كلمة له أمام الكونجرس أكد مواصلة السعي لوقف الإطلاق الفوري للنار في غزة تقود الجهود لإصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والليلة أنا أواجه الجيش الأمريكي لقيادة مهم طارئة لإرساء ميناء مؤقت على شاطئ غزة يمكن أن يطلق سفن الكبرى التي تحمل الأدوية والطعام والماء ما من جنود أمريكيين سوف ينشرون هذه الميناء المؤقتة سوف تؤدي إلى أدخال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة إلى قطاع غزة في كل يوم وإسرائيل يجب أن تؤدي دورها إسرائيل يجب أن تسمح بمساعدات إنسانية أكبر بالدخول إلى قطاع غزة من دون تهديد العاملين في الحقل الإغاثي وأن يسمح بوصول المساعدات إلى شمال غزة لقيادة الإسرائيلية أقول المساعدات الإنسانية لا يمكنها أن تكون ورقة تفاوض إن حماية الحياة البريئة هي أولوية ومن نظر نحو المستقبل الحل الوحيد هو حل الدولتين بسبب نقص الغذاء يضطر الفلسطينيون شمال قطاع غزة إلى الوقوف في طوابير طويلة للحصول على طعام مجاني في ظل المجاعة التي يعانيها القطاع المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي أشكال المعاناة في قطاع غزة تختلف وتزداد يوما بعد يوم في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية التي استهدفت الحجر والبشر وأيضا وصلت إلى تجويع الناس اليوم في أحد مخيمات قطاع غزة هذه المخيمات التي نزح إليها الناس وأيضا بظل وجود المبادرات الإنسانية لتقديم المعونات هناك مشروع التكية لإطعام النازحين الذين تقطعت بهم السبل في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية هذا المكان وهذا القدر يتم توزيع منه الطعام للعائلات الفلسطينية المسطورة وفي ظل استمرار هذه الحرب وانتشار المجاع كما تشاهدون أعداد الناس والأطفال الذين ينتظرون على طول هذا اليوم ليحصلوا على بعض القليل من الطعام لصد رمق أطفالهم لصد رمق الأسرة الفلسطينية أعطيك العافية يا عم كيف حالك؟ تحكينا إيش هذا المبادرة وكيف تشترك كل قدش تجانب المناطق؟ طبعا هنا منيجي يوميا في عنا عدة مناطق مخيم النصرات عنا تكية أهل الخير طبعا بنعمل عن طريق أحد الفصال من نظام التحرير في قطاع غزة بنطعم العائلات المحتاجة في عدة مناطق طبعا منطقة الحسينة في كل يوم بيطلع إليها قدرين مدارس المفتي بيطلع إليهم قدرين مخيم اثنين بيطلع إليهم قدرين ماذا بيخليك تعمل هذا التكية؟ هل ناس بحتاجة كتير؟ وكيف وضع الناس؟ يعني أنا شاف الأطفال كلهم مكفين وعداد كبيرة هتقدر تطعمهم كلهم إنتان؟ بصراحة يعني وضع الناس صعب جدا مش بس في المنطقة الوسطى في جميع الحق قطاع غزة الوضع صعب ولكن اهنا بنعمل على سد بعض اهتياجات العائلات المحتاجة بنعمل على سد بعض اهتياجات العائلات المحتاجة من قطاع غزة من المفترض أن يكون هذا الطبور أمام مدارسهم من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في مقائد الدراسة ولكن إسرائيل حرمتهم جعلتهم الآن يبحثون فقط عن الطعام يبحثون عن العيش يبحثون عن الأكل وهم يقفون ومحظوظ من يحالفه الحظ لتعبة هذا الوعاء الذي يحملونهم ومنهم لم يجد وعاء لأنهم نزحوا أصلا من مناطق مختلفة من قطاع غزة لذلك الحرب الإسرائيلية نزالت متواصلة وقلق بظلالها على الكثير من الفلسطينيين المدنيين النازحين الذين تقطعت بهم السبل واليوم باتهم أشد الناس جوعا وهم يعني بأمعائهم الخاوية يحاربون هذا المحتل وهذا الجيش الذي قام بقصفهم وقتلهم وتدميرهم في قطاع غزة محمد البلبيسي قناة رابعة من إحدى مخيمات القطاع كشف زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي عن استخدام أسلحة جديدة في العمليات الأخيرة بالبحر العربي والأحمر الحوثي في تصريح قال أن القوة الجديدة أذهلت القوات الأميركية والبريطانية العمليات المنفذة في البحرين الأحمر والعربي 64 عملية العمليات المنفذة إلى فلسطين المحتلة 32 عملية الصواريخ الباليستية والمجنحة عمليات الإسناد المنفذة في هذا الأسبوع فقط تم بعون لا تنفيذ ثمان عمليات استهدفت خلالها سبع سفن في البحر الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب بتسعة عشر صاروخاً وطائرة مسيرة كان من أبرزها استهداف السفينتين الأمريكية والإسرائيلية الذي أدى إلى اشتعال النيران فيهما وإخلاء طاقمي السفينة منهما هذا من الجمعة إلى الخميس هذا العدد المؤثر والمتصاعد والذي تستخدم فيه أيضاً أسلحة جديدة يتفاجأ بها الأمريكي والبريطاني ويعجزون عن الحد من هذه العمليات هم حتى بالرغم من محاولاتهم بمنعها أو الحد منها لكنهم فشلوا بكل ما تعنيه الكلمة إذن مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختاب هذه النشر لهذه الساعة هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها متواعدة الفاسدين بأقصى حالات المحاسبة النزاهة تلوح بالكشف عن ملفات تضم شخصيات كبيرة أزمة اختيار رئيس البرلمان تراوح مكانها تقدم يتمسك بالمنصب وعزم يعول على سالم العساوي فوضى تعم ميناء مقصر بعد يومين على تطبيق الأتمة والمالية تطمئن بشأن تبسيط الإجراءات المستقبلة تابعتم في نشرتنا أيضاً لهذه الساعة تسع مجازر إسرائيلية في غزة القسام توقع أكثر من عشرين جندياً في كمين وبدو حماس يغادر مفاوضات القاهرة إذن مشاهدين الكرام قدمنا إليكم نشرة خبرية تفصيلية من الرابع شكراً لكم على حسن الأصغاء والمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر